حدثنا سفيان قال أبي وقرئة على سفيان سمعت ابن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد حدثنا سفيان عن أبن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعنا جوعا وكذبا حثنا سفيان عن أبن أبي حسين سمع شهرا يقول سمعت أسماء بنتي يزيد أحدى نساء بن عبد الأشهل تقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال إيا كنا وكفر المنعمين فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين قال لعل أحدى كنا أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنسا فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فراحت تقول ما رأيت منه يوما خيرا قط وقال مرة خيرا قط حثنا الفضل بن دكال حدثنا أبن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنتي يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قطل الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن ظهر فراسه حثنا محمد بن عبيد حدثنا داود الأودي عن شهر عن أسماء بنتي يزيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فادنوت علي سواراني من ذهب فبصر ببصيصهما فقال ألقي السوارين يا أسماء أما تخافين أن يسورك الله بسوار من نار قالت فألقيتهما فما أدري من أخذهما حدثنا محمد بن عبيد حدثنا داود يعني أبن يزيد الأودية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح من أذها بشيء ولا بصيصه حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن أسماء قالت أوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد مثله حثنا وكيع عن سفيانا عن أبن أبي حسين عن شهر عن أسماء قالت أتنا النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بلباء فقال أتشربيا قلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعنا كذبا وجوعا حدثنا يزيد بن هارونة أخبرنا جرير بن حازمين عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال إذا كان قبل خروج الدجال بثلاث سنين حبست السماء ثلث قطرها وحبست الأرض ثلث نباتها فإذا كانت السنة الثانية حبست السماء ثلث قطرها وحبست الأرض ثلث نباتها فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها كله وحبست الأرض نباتها كله فلا يبقى ذو خف ولا ظلف إلا هلك فيقول الدجال للرجل من أهل البادية أرأيت إن بعثت أبيلك ضخاما ضروعها عظاما أسلمتها أتعلم أني ربك فيقول نعم فتمثل له الشياطين على صورة أبيله فيتبعه ويقول للرجل أرأيت أرأيت إن بعثت أباك وابنك ومن تعرف من أهلك أتعلم أني ربك فيقول نعم فيمثل له الشياطين على صورهم فيتبعه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى أهل البيت ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبكي فقال ما يبكيكم فقلت يا رسول الله ما ذكرت من الدجال فوالله إن أمت أهلي لا تعجن عجينها فما تبلغ حتى تكد تفتت من أجوع فكيف نصنع يومئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي المؤمنين عن الطعام والشراب يومئذ التكبير والتصبيح والتحميد ثم قال لا تبكوا فإن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلمين حثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح وسمعته يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله إن الله يغفر اللذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا داود بن عبد الرحمن عن أبن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أيها الناس ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار كل الكذب يكتب على أبن آدم إلا ثلاث خصال رجل كذب على امرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين إمرأين مسلمين ليصلح بينهما حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة السنة كالشهر والشهر الجمعة الجمعة كاليوم واليوم كالطرام السعفة في النار حثنا هاشم هو أبن القاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء ألا تحسروا لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أصافح النساء ولكن أخذوا عليهن وفي النساء خالة لها عليها قلباني من ذهب وخواتيم من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذه هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم فقالت أعوذ بالله يا نبي الله قالت قلت يا خالتي اطرحي ما عليك فطرحته فحدثتني أسماء الله يا بني لقد طرحته فما أدري من لقطه من مكانه ولا أطفت منا أحد أحد إليه قالت أسماء فقلت يا نبي الله إن أحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تحلى له قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما على أحداكنا أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفراء فإذا هو كذهبي يبروق حثنا عبد الرزاق قال ابن جريج إن معمرا شرب من العلم بأنفع قال أبي ومات معمر وله ثماء وخمسون سنة حثنا أبو النظر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها وضمأها وأروافها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة ومن ربطها رياء وسمعة وفرحا ومرحا فإن شبعها وجوعها وريها وضمأها وأروافها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة حثنا أبو النظر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليف عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدة قالت إني لا آخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكدت من ثقلها تدق بعدود الناقة حثنا أبو النظر وحسن بن موسى قال ثنا شيبان عن ليف عن شهر عن أسماء بنت يزيدة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له اشرب فقيل يا رسول الله إنه ليس يفطر ويصوم الدهر فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد حثنا أبو عامر عن هشامين وعبد الصمد قال ثنا هشام عن يحيى عن محمود بن عمر وأن أسماء بنت يزيدة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة قال عبد الصمد في حديثه قال ثنا محمود بن عمر قال وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة جعلة في أذنها مثله من النار يوم القيامة حان عبد الصمد حدثنا حفص السراج قال سمعت شهر بن حوشب يحدث عن أسماء بنت يزيدة فأنها كانت تحضر النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة عليها سواراني من ذهب فقال لها أيسرك أن يسورك الله سواريني من نار قالت فأخرجته قالت أسماء فوالله ما أدري أهي نزعته أم أنا نزعته حتى عبد الرزاق أخبران معمر عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فذكر الدجال فقالا إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلث قطرها والأرض نباتها فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت وإن أشد فتنته أن يأتي الأعرابية فيقول أرأيت إن أحييت لك بلك ألست تعلم أني ربك قال فيقول بل فتمثل شياطين له نحو إبليه كأحسن ما تكون ضرعها وأعظمه أسنمة قال ويأتي الرجل الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بل فتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع قالت والقوم في اهتمامين وغم مما حدثهم به قالت فأخذ بلجمتي الباب وقال مهيم أسماء قالت قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال وإن يخرج وأنا حي فأنا حجي جهو إلا فإن رب خليفتي على كل مؤمئ قالت أسماء يا رسول الله إن والله لنعجن عجينتنا فما نختبزها حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التصبيح والتقديس حدثنا هاشم قال ثنى عبد الحميد قال ثنى شهر قال وحدثتني أسماء بنت يزيد يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن أعور الدجال فذكر نحوه وزاد فيه فقال مهيم وكانت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل عن شيء يقول مهيم وزاد فيه فمن حضر مجلسي وسمع قولي فليبلغ الشاهد منكم الغائب وعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور وأن الدجال أعور ممسوح العين بين عينيه مكتوب كفر يقرأه كل مؤمئ كاتب وغير كاتب حفنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقالوا لها أسماء بنت يزيد بن سكى قالت لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع دمعك ويذهب حزنك فإن أبنك أول من ضحك الله له واهتزى له العرش حفنا هيثم بن خارجة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن ثابتي بن العجلان عن مجاهد عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة عن الغلام شاتني مكافأتني وعن الجرية شاتن حدثنا عبد الصمد قال ثنا حفص السراج قال سمعت شهرا يقول حدثتني أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت أي والله يا رسول الله إنهن لا يقلن وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعل فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون حثنا أزهر بن القاصم قال ثنا هشام وعبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمر وأن أسماء بنت يزيد حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعلة في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعلة في أذنها مثله يوم القيامة حثنا حماد بن خالد قال ثنا معاوية يعني أبن صالح عن المهاجر مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت أسماء بنت يزيد تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه لا يدرك الفارس فيدعثره قالت قلت ما يعني قال الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع حدثنا عبد الله حدثنا علي بن مسلمين قال ثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء حثنا هاشم قال حدثني عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلمت وأفي يومت وأفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير حثنا هاشم قال ثنا عبد الحميد قال ثنا شهر قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن أبا ذر الغفاري كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد فكان هو بيته يتجع فيه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد فناكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى أستوى جالسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أراك نائما قال أبو ذر يا رسول الله فأين أنا مهلي من بيت غيره فجلسا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أنت إذا أخرجوك منه قال إذا ألحق بالشام فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء فأكون رجلا رجلا من أهليها قال له كيف أنت إذا أخرجوك من الشام قال إذا أرجع إليه فيكون هو بيتي ومنزلي قال له كيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية قال إذا أخذ سيفي فأقاتل عني حتى آمت قال فكشرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده قال أدلك على خير من ذلك قال بل بأبي أنت وأمي يا نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقاد لهم حيث قضوك وتنساق لهم حيث ساقوك حتى تلقاني وأنت على ذلك حثنى هاشم قال ثنى عبد الحميد قال حدثني شهر قال سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام قال إيا كنا وكفران المنعمين إيا كنا وكفران المنعمين قالت أحداهن يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله قال بلى إن أحدى كنا تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قطف ذلك من كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين حثنى أبو المغيرة وعلي بن عياش قال ثنى محمد بن مهاجر قال حدثني أبي عن أسماء بنت يزيد بن سكئ الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من فوق فراسه قال علي أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حثنى أبو اليماني أخبرنا شعيب قال حدثني عبد الله بن أبي حسين قال حدثني شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكني أحد نساء بني عبد الأشهال دخل عليها يوما فقربت إليه طعما فقال لا أشتهيه فقالت أني قيمت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فداعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعوس لبأ فشربه ثم نولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيا قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ترباك قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم نولنيه من يدك فأخذه فشرب منه منه ثم نولنيه قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طافقت أديره وأتبعه بشافتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي نولهن فقلنا لا نشتهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع نجوعا وكذبا فهل أنت منتهية أن تقول لا أشتهيه فقلت أي أمه لا أعود أبدا دثن إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيانو عن ليث عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إن كذت من ثقلها لا تكسر الناقة حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهراما عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتبط فرسا في سبيل الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعه وجوعه وريه وضمؤه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة ومن ارتبط فرسا رياءا وسمعة كان ذلك خسرانا في ميزانه يوم القيامة حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهراما عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المنني عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح حدثنا حجاج بن محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت البناني عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله إن الله يغفر اللذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الكذب إلا في ثلاث كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو الكذب في إصلاح بين الناس حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبن أبي الحسين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كنا في من جهز عائشة وزفها قالت فعرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فقلنا لا نريته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى ثم قال ألا أخبركم بشراركم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العانة حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة السنة كالشهر والشهر الجمعة الجمعة كاليوم واليوم كالطرام السعافة في النار حنا علي بن عاصمين قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال فشراركم المفسدون بين الأحبة المشعون بالنميمة الباغون البراء العانة أدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الجليل القيسي عن شهري بن حوشب أن أسماء بنت يزيد كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فبينما أنا عنده إذ جاءته خالتي قالت فجعلت تسائله عليها سواران من ذهب فقالا لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن عليك سوارين من نار قالت قلت يا خالتي إنما يعني سواريك هذين قالت فألقتهم قالت يا نبي الله إنهن إذا لم يتحلين صلفنا عند أزواجهن فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما تستطيع أحدكن أن تجعل طوقا من فضة وجمانة من فضة ثم تخلقه بزعفراء فيكون كأنه من ذهب فإنما انتحل وزن عيني جرادة من ذهب أو جر بصيصة كوية بها يوم القيامة حدثنا داود بن مهران دباغ حدثنا داود يعني العطار عن أبني خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها ثمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمرة لم يرضى الله عنه أربعين ليلة فإن مات فمات كفرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قالت قلت يا رسول الله وما طينة الخبال قال صديد أهل النار حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أسماء قالت انطلقت مع خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سيواراني من ذهب أو قالت قلباني من ذهب فقال لي أيا سرك أن يجعل في يديك سيواراني من نار فقلت لها يا خالتي أما تسمعين ما يقول قالت وما يقول قلت يقول أيا سرك أن يجعل في يديك سيواراني من نار أو قال قلباني من نار قالت فانتزعتهما فرمت بهما فلم أدري أي ناس أخذهما حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمر عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدت مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح وصامعته يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله أن الله يغفر اللذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا قريش أعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمانكم من خوف حان أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان يعني ابن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصلح الكذب إلا في ثلاث كذب الرجل إمرأته ليرضيها أو أصلاح بين الناس أو كذب في الحرب حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار حثنا محمد بن بكر أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال ثنى شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار حنا محمد بن بكر أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال ثنى شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم والم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيه ما اسم الله الأعظم حثنا السويد بن عمر حدثنا أبان يعني العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عمر وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بن لله مسجدا فإن الله يبني له بيتا أوسع منه في الجنة حثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن شهري بن حوشب عن أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الله يغفر اللفذ نوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم حدثنا علي بن عاصمين عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن شهري بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا أتعطياني زكاته قالت فقلنا لا قال أما تخافاني أن يسوركما الله أسورة من نار أدي زكاته أتعطياني زكاته